الساعة الخير عابليني يا رب يكونوا بخير الفيديو انا مجمع فيه معلومات عن شركة سكودا للسيارات او بمعنى صح بعض المعلومات عن شركة سكودا للسيارات مش هستطول عليكم يلا بينا نبدأ شركة سكودا اتأسست سنة 1895 هي شركة تشيكية مقرها ملادة بوليسليف الجمهورية لتشيكية سنة 1991 بقت تابعة لفولكسفاجن او بمعنى اصح واوضح اشترتها فولكسفاجن بداية سكودا اصلا كانت بتصنع الدراجات الهوائية اللي هي يعني بالعربي او بالبلدي العجل سنة 1924 بعد الحرب العالمية الاولى ابتدت تنتج الشاحنات وبعد الحرب العالمية التانية سنة 1945 ابتدت سكودا اول صناعة سيارة او اول انتاج سيارية انا عايز اقول كمان ان سكودا في سباقات الرالي راك في السبعينات والثمينات كانت فازت في فئتها في رالي راك لمدة 17 سنة وكان فيه نقطة تحول لسكودا سنة 1987 مع طراز او موديل فيفوريت وهو كان تصميم من شركة ايطالية بريتوني ما صنع سكودا او بتصنع فيه بلاد زي جمهورية تشيكية اللي هي بلدها وكمان الهند والصين وروسيا وسلوفاكيا شعار سكودا او علامة سكودا اتغيرت على فترات زي ما انتو شايفين كل وقت اتغير فيه العلامة بالسنة بتاعتها في الصورة معنى علامة سكودا الحقيقة ان العلامة لها اربع معاني اول حاجة الدائرة الصغيرة اللي هي شبه العين دي يعني المعنى لها دقة التصنيع مستوى عالي متطور التقني والابتكار ده بالنسبة للدائرة الصغيرة السهم معناه او المقصود به اساليب انتاج متقدمة وانتاجية عالية الجناح برضو مقصود به التقدم التقني ووجود العلامة التجارية في جميع انحاء العالم اما الدائرة الكبيرة بقى هي مقصود بها براعة التصنيع وكمال الانتاج على مستوى العالم هم دول المقصود بهم علامة سكودا دي كانت بعض المعلومات عن شركة سكودا اتمنى ان الفيديو يكون فاتكوا انا طبعا حاولت اقصر الفيديو على قد مقدر لو الفيديو عجبك او عجبك ما تنسوكش دعموني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة ريت تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من فيديوهات نوعة هسيبلكو لينك الفيديوهات في الوصف تاخدوا فكرة عن الفيديوهات اللي انا بنزلها في القناة متشكرا اوليكو مع السلامة